السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هناك من الضار والموجودين من الإخوة العراقيين يدفعون على الحكم وقالوا أنه كان بالعكس محيد معه وهنا يبينون أن هناك ضربة جزاء لصالح كرواتيا ولكن كان الحكم مجاملا للمغاربة وهنا سأله طبعا هل هذه ضربة جزاء قاله طبعا المغربي بكل صراحة هذه ضربة جزاء كما يبدو في الإعادة ولكن هذه ضربة جزاء وضربة جزاء التي تخص المغرب ليست بضربة جزاء الواقع واقع وهنا ضربة جزاء المغرب نرى هناك ثلاثة قالوا إنها ليست بضربة جزاء هل ترون ذراع رقم 16 وهو يدفع اللاعب المغربي أرضا وهذه ضربة جزاء حتى أنها واضحة جدا 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 أكثر ما هي كانت عليه ضربة جزاء هل ترون يد رقم 10 المغربي ناصر أظن وهو يدفع شوف الكرة على رقبة رقم 16 ويد 16 على ناصر الرقم 10 وهو يدفع بكل قواه ليتفادى الروسية كما يقولون يعني فعلا ما يتحدثون في وهنا يبينون أيضا لما وقع أرضا اللاعب القرواتي وقالوا أن الحكم وقالوا لما وحتى أنهم قالوا أن لما الحكيم والمجموعة هاجموا الحكم القطري ولم يهاجموا الحكم ما نسيت حتى جنسيته الأجنبي عموما ألا لأنه عربي لهذا هاجموه قال ولا تقول لأنهم ظلموا من الحكم الأجنبي لهذا أنهم مشحونين يعني الإجابة أصلا حدف التبرير للمنتخب حتى التبرير لم يقبل أنهم ظلموا من حكم أجنبي وأنهم حسوا بالظلم من حكم عربي أيضا قالوا في اجتماعهم كانوا ناس منصفين وهما سبعة من الجلوس هذا قالوا احمدوا ربكم هذا الذي يتكلم الآن وأشير عليه قال احمدوا ربكم إنكم وصلتم للصف الرابع ما كنا نتوقع أن المغرب سيصل إلى هذه الدرجة يعني وهذا ما قال حكيمي للحكم قالوا ألا تري قلوها لنا بصارح العبارة إذا لم تريدون المغرب أو العرب أن يصلوا إلى النهاء ويأخذون الكاتل قلوها بعامل العديد من أن نجهد نفسنا نتركهم يغلبوننا فقط وننسحب بكرامة هذا يعني ولكن المجهود كل هذا المجهود ولا نقلد على الأقل بالميدالية الفلطية فهذا غير عادل نحن لا طبعا وأنا أيضا لا أنكر قوة الفريق القرواتي ولا أقلل من قدره ولكن لا تنسوا أن المجموعة المغربية كانت من خيرة المجموعات يعني التي لعبت في دول أوروبية وكانت بفضلها يعني الفضل يعود لكثير من اللاعبين في أهداف كانت سبب في أنهم يربحون البطولة يعني وهم عرب وهم مغاربة أيضا يعني لا ننكر هذا طبعا حكيمي قال أن الحكم صديقي وأحترمه وأنا تبعته يعني ذهب معه إلى تغيير الملابس لأن أعتذر له كنت في حالة غضب وهذا طبيعي الآخرين قالوا أنه كان على قالوا لو أنا لكنت أعطيتهم كلهم كروت حمراء وأخرجتهم كل من هاجموا الحكم وأخرجتهم من الملعب ماذا أقول كروت حمراء الفريق المغربي يا أخي الذي قلت هذا يقاتلون من أجل الكرة ليس الكرة المغربية بس الكرة العربية يعني الكرة العربية ليست الكرة الإفريقية أو المغربية الكرة العربية لقد اسمه العرب وصل إلى الربع الدهبي لا تقولون هذا الكلام وأنتم على شفى حفرة من أنكم تتغيرون وتقولون ما لا تعلمون أو جدال مع هذا الشخص الذي لا أعلم هو متحامل جدا وهذا يقول له لا لازم تعرف ماذا تقول هذا يدافع على المغرب وكأنه دمه يسري فيه دم مغربي لأنه يسري فيه ويقول لهم أخفه وكفى لا ولكن هذا لا يرضى الظلم ولم يتقبل الكلام فعلا لم يتقبل الكلام لا تقول قال لا تقول إنه من كان عارف إن المغرب كنا عارفين كنا متأكدين أنهم سيصلون إلى هذا وأكثر حتى لهذا نحن لا نقبل لا نقبل هذا التحيز التحيز البائن وبالنسبة ردا على هؤلاء الذين تتكلموا أنه ردا على هؤلاء أن الحكم الأجنبي لم الصحف والدول لم يتركوا لم يتركوا الفرصة للفريق المغربي أن يتكلم بل الرئيس الحكام خرج وتكلم يعني هذا يعني لم يتركوا الفرصة لأحد من اللاعبين أن يتكلموا فيه ويقولون أننا ظلمنا بل الكل قال المغرب ظلم في مباراة بين فرنسا وبين المغرب بل حتى فرنسيين أنفسهم وفيديوهات موجودة في اليوتيوب يقولون أن ما حصل لن يكن أن يحصل هذا تحليل ما رأيته وما وقع بين يدهم بل حالات كل شيخنات على الأمن المنزيال اليوم تقلص بفوز واحد من الاثنين فرنسا أو أرجنتين من يسألني أنا أؤيد الأرجنتين على الأقل ميسي كان واضح بالنسبة للفريق المغربي ميسي كان واضح بالنسبة للفريق المغربي تجربة رائعة خصوصا بعد إقصاء بورتغال ورونالدو طبعا ميسي كان ينتظر الفريق بفارغ الصبر وكان تجربة تحدي جميل جدا وقوي جدا لم يكن من حد أظن أنه لم يكن من حد الأرجنتين يعني اللعب مع المغرب لأن وقتها كان سيكون اللعب رائعا جدا لا بالنسبة للأرجنتين ولا بالنسبة للمغرب أما بالنسبة لفرنسا مع الأرجنتين فالكل يعرف المصير يعني لا أحد يقدر أن يقول إلا أنه جيد لك أرجنتين جيد لك أرجنتين هذا وميسي بالخصوص مع السلامة